نروح لجامعة المنصورة مع دكتور أشرف عبد الباصط رئيس جامعة المنصورة دكتور أشرف صباح الخير على حضرتك صباح الحمدل أهلا بحضرتك أهلا بحركة همينا برضو نتطمن من حضرتك على بانطلاق بقى الامتحانات للفصل الدراسي الأول في جامعة المنصورة بملاحظات حضرتك على اليوم الأول هل تم تسجيل أي حالات اعتذار في الجامعة عن أداء الامتحانات عن هذا الفصل الدراسي؟ طبعا خير على حضرتك هو ما فيش يعني تقريباً أي اعتذارات تثناء طالبة وحيدة دي كانت موجودة في السعودية في فترة في الأجازة والأجازة هي أن يبقى تتظهر لأنها تصيبت بالكورونا وهي هناك خارج مصر طالبة واحدة فقط طبعاً فهي عالة أنها مش هتقدر تيجي هي طالبة في السنون الجميل يعني نعم قبلنا اعتذارها طبعاً يعني ده الحالة الوحيدة التي قدمت في الخبوط لكن ده يعني نتيجة للإصابة يعني ده إصابة ولزال البيت تيار بتاع بوصف حسب ما بعت تحاليلها طبعاً قبل اعتذارها ده النتيجة الوحيدة للإصابة يعني إذن حالة اعتذار واحدة في جامعة المنصور تمام نتيجة لإصطفر خارج مصر والإصابة في مصر موجودة هي موجودة أصلاً كانت في السفر والديها في فترة النجازة أي والإصابة تمت في هناك فهي بعدت من هناك في مجلسة الإصابتها فخلاص طبعاً هنقبل على طول يعني دي ما فيش فيها في صالح أكيد طب دكتور أشب بشكل عين بقى الإجراءات الاحترازية والمقائية احنا بدأنا مبارح في احنا عندنا سمتاشر كلية السستاشر بدأوا منها مبارح آآ طبعاً كل السستاشر كان فيهم آآ فترتين متحانيتين لعنى حضرتك عارفة القاعد اللي تم الاتفاق عليها نعم آآ المجلس الأعلى للإجامعات إن احنا يعني نعمل بين الصلبة وده بتقالي طبعاً يعني بيقلل أعداد الصلبة الموجودة في اللجانة وبتقالي بتصدر أنها من أفضل من فترة متحانية وإحنا مبارح في السستاشر كلية دول كلهم كان فيهم فترتين في منهم كليتين كان فيهم ثلاث فترة عشان عندهم أعداد أكبر من الطلاب يعني احنا أخذنا تجربة الامتحانات سنة اللي فات في البصل الزراسي الثاني في السنوات النقاية وبالتالي يعني كل الإجراءات الإجرازية مفروض الناس آآ العاملين يعني سواء سنة من الموظفين أو عضائي التدريس تعودوا على هذه الإجراءات ما تم تطبقها زما يعني تيرناها تلقا للإجراءات الموضوع من وجود يعني الكائش في الحرارة والتعقيم والتعقيم الأماكن الامتحانات بين الفترات الامتحانية المختلفة يعني والحمد لله ما تمشي مبارح يعني غيابات اللي هي مفيش حد أعتذر خالص تقريب من الموظفين حضرتك والتعقيمات ما سجلناش أي إصابات مبارح الحمد لله ربنا يا سنة إن شاء الله والأمور سهية أولاً إن الدنيا بدأت الرهبة الأولى ديها تشتفي والناس هتبدأ إن شاء الله ستتعود إحنا مبارح كمان الثروس الأكليميكية في السنوات النائية في كليات السب اللي هما ما عندوش التعقيمات بدأت وجزء منها فيستوكيس وجزء أولاين يعني يعني الهايدريتهم بارها كمان عملنا حتل إسردين لطلبة ماليزيين انتهوا في باكارليوز السب من أداء انتحانهم وكانوا عايزين يرجعوا بلدهم عشان يهضوا فترة الامتياز هناك فأكرنا إن احنا نعمل لهم علشان ما يحسوش في اللي حوالي 65 و60 طالب وطالبة ماليزية عملنا لهم من بلح حفل الخرجين بتاعهم يعني الحياة بتطبيق طبعا الانجراءات الاحترازية للقواعد المعمول بها يعني أصدأ أقول لحضرتك أن المياه الجماعية بدأت ها هتبدأ بشكلها الجديد ولكن هتبدأ وهتستمر ستستمر يعني أنا حتى أنا احتاسي مبارح أن يعني اتزام الطلاب أكثر يعني يعني لابس المسكات ومدفلين يعني هي دي هتبقى ثقافة وهتاخد دوقتها الغد يعني الناس تبدأ يعني تتعود على كده وتبقى جلد من حياتهم ربنا إن شاء الله يعزيها على خيره إن شاء الله إن شاء الله الأمور هتنسى بإذن الله أنا بشكرة جدا دكتور أشرف عبد الباصد رئيس جامعة المنصورة يعني الحمد لله رب العالمين كمان جامعة المنصورة على فكرة من الجامعات الكبيرة لكن ده بقى بيثبت لنا إن كل الكلام اللي كان بتقال على السوشيل ميديا حاجة السوشيل ميديا بتقول حاجة الواقع بيقول حاجة ثانية اشتركوا في القناة